أهلاً وسعلاً بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين خلوني أرحب في هذه الفقرة النجمة الكبير كابتن محمد حشيش إزاي كابتن محمد؟ إزاي كابتن محمد؟ نعمل إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله خليني الأول أبدأ مع حضرتك يعني كسبنا بيرامدز ولكن احنا تعودنا دايماً في النادي الآلي غلق المباراة فعايزين نتكلم عنها من ناحية الفنية يعني بسرعة تمام غلق المباراة والنظر للمباراة اللي بعد جدا طبعاً مبروك على مباراة بيرامدز مفترق طرق كانت مباراة مهمة جداً جداً في توقيت يعني الحياة صعبة بعد فقد نقاط وبعد فترة كان حياة من الناس كلها غير راضية عن المستوى النادي الأهلي وحيطة إضاءة الأهداف وعدم التركيز ويمكن كابتن إسلاماً عملت مدخلة معاك ليلة المتش صحيح اللي فات صحيح وعدنا ننتقد طبعاً في اللعيبة وقلنا جميع العناصر عملت الدور بتاعها جمهور عمل يعني دوره على أكمل وجه وطبعاً بان في مباراة بيرامدز يعني حاجة بصراحة رائعة تخلي الحجر ينطق يعني مجلس إدارة عمل دوره أجهزة كان فاضل اللعيبة أو كلمنا عادتنا طبعاً إحنا لما نكون النادي الأهلي مش كويس بنقول إنه هو مش كويس وبننتقد وواواوا إنما الحقيقة مكاسب كتير جداً من مباراة بيرامدز انطلاقاً إن شاء الله نتمنى تبقى انطلاقاً للجاي الفترة القادمة شفتك في الإنترو بتتكلم على المباراة الخمسة اللي هي اللي جاية أربعة الدوري والمطشي كاس مصر مرحلة مهمة جداً جداً اللعيبة لما أصرت وممكن أنا قلت إن النادي الأهلي طول عمره أنا نازل أكسب يعني لازم أكسب طبعاً مش شيء في الله يعني أنا عندي بس يعني في الحتة دي قبل ما ننتقل أو تكمل كلامك فيها كيفية الانتقال بقى يعني إيه يعني أنا دلوقتي كسبت مباراة وكل حاجة في الدوري تلاتة مقاط أنا عندي الفترة اللي جاية خمس مباراة صحيح دي نقطة اللي عايزين نتكلم فيها لأنه الخمس مباراة اللي جايين يا كابتن أنا بشوفهم خمس مباراة مفصليين طبعاً صعبين جداً أولاً صحيح بتنطلع تيوسف مع أمبي المباراة القادمة كابتن حسام حسن مع المصري كابتن طلع العشري مع اسموحة مستر فريرا مع نادي الزمالك ثم كابتن حلمي طولان مع البنك الأهلي ثم الحرس يعني مش عارفين هل المباراة اللي راح يتلقى اللي هيحصل فيهم لكن أنا بتكلم على الترتيب الماشي كلها أسماء وكلها يعني كابتن طلعت خبرة كبيرة جداً 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 مع نادي أمبي أول مباراة لعب راح كسب الاتحاد في اسكندرية صحيح المباراة الثانية كابتن حسام عامل نتاج جيدة مع النادي المصري والكل يعلم وجود كابتن حسام والروح وغير الخطط الناحي التكتيكية والفنية عنده أيضاً روح كبيرة جداً المباراة الثالثة سموحة وتعادل في الدورية وبالتالي الكل ينتظر هذه المباراة عشان نرجع مرة تالية مباراة الزمالك وما أدراك ما مباراة الزمالك والكل الأهلوية بينتظروا هذه المباراة صحيح كمان كل الزمالكوية على الجانب الآخر كابتن حلمي طولان برضو بعد نتائج متذبذبة مع البنك الأهلي مشي كابتن خالد وجي جابتن حلمي فبالتالي عنده خمس مباراة الحقيقة وخمس أسماء مدربين صحيح يعني بسم الله ما شاء الله كلهم أسماء عظيمة وكبيرة طبعاً هرجع برضو للمباراة المكسب الحقيقي فيها هو إرادة المكسب نعم من لعبة النادي الأهلي إحنا اللعبة دي اللي كان الجمهور زعلان منها أو إحنا زعلان منهم هم هم الليعبوا الماتشات اللي فاتت حقيقي بل بالعكس الماتش اللي فات بلعبوا مع فرقة بتنافس فرقة مليانة لعبة على مستوى عالي آآ إنما الحقيقة لعبة النادي الأهلي كانت آآ مصرة على المكسب وكان باين من أول دقيقة الحقيقة آآ المكسب كمان مسته إنك بستة بانطلة إنك بتلعب أحد المنافسين معاك بتعطله وخصوصا بعد خسارة المنافس التقليدي في نفس اليوم فمكاسب كانت كتيرا حياة مبارح المكسب زي ما قلنا بيصدر الإحباط للأندية التانية بيرجع السقة قلنا المكسب بيجيب مكسب آآ النادي الأهلي حقيقة قدموا براك كويسة وانا يعني كانت الناس متخوفة بماتش بيراميدز